اهلا بكل حضراتكم حياء انه اغلب الفتيات والسيدات بيعملوا كل الحاجات اللي تخلي شكلهم حلو لكن مؤخرا الوضع اتغير واصبح ركوب الترند والشهرة حتى لو بشيء سلبي هو غاية بعض النساء والرجالة كمان ووصل الامر لدرجة فعل اشياء بتفوق الجنون من اجل ركوب الترند لدرجة ان سيدة بتدعى ايلين ديفيتون من البرازيل كشفت عن انها اكثر امرأة صاحبة سقوب في العالم ولن تتوقف عن سقب جسدها حتى تحصل على 20 الف سقب في جميع انحاء جسدها عشان تحقق حلمها بتخول موضوع الجنس للارقام القياسية وقالت هذه السيدة انها لديها اكثر من 15 الف سقب في جسمها وانها مغطاة من الرأس الى القدمين بهذه السقوب المعدنية وانها كمان بتريد المزيد من السقوب في جسمها وبتزين المجوهرات التي تغطي جسد المرأة البرازيلية 3 كيلو جرامات بتزن هذه المجوهرات 3 كيلو لكنها عاوزة توصل ل20 الف خرم قالت كمان انها بتسافر لامريكا عشان تخرج جسمها لان في المملكة المتحدة مش بيحبوا الافعال دي وعندما سألها احد السقفيين عن ما اذا كانت قد اصيبت باي عدوى بسبب ثقوبها قالت لأ عليك ان تكون حزرا للغاية لمنع الاصابة بالعدوى بالطبع واضافت انها بتستخدم الخل لتطهير هذه السقوب وانها كمان عندها طبيبة رائعة وهي اللي بتقوم بمنحها الاقرام دي كمان لما سألها الصحفين عن كون المجوهرات دي وقعت قبل كده قالت ان المجوهرات دي بيتم غرزها داخل جسمها ولازم يتم خلعها بطريقة معينة وعن رد الفعل الناس اللي بيقابلوها بي لما بتخرج في الاماكن العامة قالت انها اعتادت على التعليقات الجيدة والسيئة كمان وغضحت وقالت انها بدأت في الخصول على التقوب دي منذ ان كانت صغيرة جدا لانها كانت ترغب دائما في الانضمام لموصوية جانس للارقام القياسية وكان الهدف ده بالنسبة لها عبارة عن شغف وحالي وبعد وقت طويل من المحاولة قبلت اخيرا بعض الاشخاص من موصوية جانس للارقام القياسية وعملولها كجزء من العائلة وقالت ان كل هذا كان بفضل الاشياء اللي حصلت عليها وشرحت انها لم تعد تشعر بان الثقوب ممكن يسبب لها اي قلم وكمان اصبحت قادرة انها تخرم السقوب دي لنفسها وقالت انها حطامت الرقم القياسي الاكتر امرأة لديها سقوب في العالم في عام 2000 عندما فحصها مسؤول في موصوية جانس للارقام القياسية ووجد 462 ثقب في جسمها من بينهم 192 ثقب على وجهها فقط كمان بتقوم بسبغ شعرها بألوان زهية وبتتضمن بعض التطفير ورشوم على وجهها واسمها وقالت صحيف الدليمال البريطانية ان هذه الامرأة الغريبة بتنام على سرير من المصامير وبتمشي على النار وترقد على زجاج مكسور وبتحمل حزاما اسود في الجودو حصلت عليه اسناء وجودها في اليابان ذي كانت تخطيطنا مع حضراتكم عن هذه السيدة الغريبة فشكركم شكرا جزيلا على المتابعة وانتظرونا بتخطيط أخرى على المنظر اليوم وإلى اللقاء